أحسين بالفعل مع فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة بدأت مساء أمس وتستمر حتى مساء الغد أو صباح بعد الغد هناك إجراءات مشددة الحكومة قامت بها وهي نشر قوات الجيش العربي على مداخل ومخارج العاصمة ومحافظات المملكة بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية التي تراقب عملية تطبيق وإنفاذ الحظر الشامل كما أن هناك كاميرات السيطرة التي تنتشر في شوارع المملكة اليوم وبحسب تصريح الأمن العام نسبة الالتزام شبه كامل من المواطن الأردني لا يوجد حالات خرق لحظر التجول الشامل أصدرت الحكومة وخصصت رقم الطوارئ وذلك من أجل مساعدة المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدة خلال هذه الفترة حتى تضمن عدم خروجهم من منازلهم من جهة ثانية أيضا النقاط الأمنية التي تنتشر في المملكة تقوم أيضا بعملية المساعدة إذا كان هناك أي طار لأي مواطن أردني إذن الحكومة قامت بتنفيذ وإنفاذ هذا الحظر الشامل من أجل المحافظة على الصحة العامة من أجل محاولة احتواء الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في الأردن ووصل إلى مرحلة الانتشار المجتمعي كان هناك تصريحات للجنة الأوبئة تؤكد بأن الحظر الشامل لمدة أسبوعين هو ما سيكون فعالا في قطع سلسلة العدوى وبالتالي محاولة العودة إلى تصصيح المنحنة ولكن للمواءمة ما بين الاقتصاد والصحة اكتفت الحكومة باليومين نهاية كل أسبوع وذلك من أجل إعطاء فرصة لفرق التقصي الوبائي لجمع العينات من المخالطين نعم ابقي معنا اشتركوا في القناة